بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتوراهي بطالة أحمد، إن شاء الله معكم في مادة Psychiatric Nursing، تمريد النفسي، هتكلم عن أول حاجة Science and Symptoms of Psychiatric Illness أو Symptomatology. Symptomatology term means Science and Symptoms of Psychiatric Illness. أول حاجة هتكلم على الكمبوزاشن of Mind، هقول إن the mind composed three spheres, intellect وإموشن وبيهيفير. الثري سفير دول interrelated and correlated into each others. يعني لو حصل في أي problem في one sphere، فهلاقي فيه أفاكت على two spheres تانية. لأن المفروض كلامنا هي أفكار بتتبنى عليها مشاعر وبعدين السلوك. أول حاجة الإنتليكت including the consciousness, memory, orientation, perception, attention and concentration, thought process, insight, knowledge, judgment and intelligence. تاني حاجة الإيموشن بتنقسم إلى الأفكت اللي هي العاطفة والمود اللي هو المزاك. تالت حاجة عندي الbehavior أو الconnation أو الaction اللي هو سلوك الشخص. أول حاجة عندي هتكلم على الإنتليكت وأول حاجة فيها هي الconsciousness معناها الوعي. state of awareness. normally إن احنا بنكونه oriented للtime والplace والperson with surrounding أو external world. disturbance اللي بتحصل بتحصل في شكل أول حاجة disorientation يعني الشخص ده not oriented to time, place, person. تاني حاجة بتبقى فيه حالة من الاستيوبر معناها حالة الزهول. الشخص ده بيبقى عنده lack of reaction to and unawareness of surrounding. يعني للexternal world. كمان الشخص ده not responding to internal and external stimuli. internal في شكل الجوع, pain. external في شكل ممكن يكون elpain. ثالث حاجة عندي delirium وهي حالة التواهين. وليها characteristics. الشخص ده بيبقى restlessness, confused, disoriented and ممكن يكون معيها fear and hallucination. ممكن يكون سببها حاجة psychologically. ممكن تكون سببها حاجة organic. زي مثلا نيوريا عالية او امونيا عالية. تاني حاجة هتكلم عنها في الانتليكت هو thinking. نورماليه ان احنا بنكونه عندنا abstract thinking. related to reality. وكلامنا coherent and relevant. الابنورماليتي بتحصل ممكن فيه form or process of thoughts. of thoughts. زي مثلا السايكوزيس بيبقى فيه عنده inability to distinguish reality from fantasy. يعني مش قادر يفرن ما بين الواقع والخيل. الشخص ده بيبقى عنده impaired reality testing. بيبقى egocentric و fantasize. يعني كلامه غير واقعي بالمر. غالبا بيكون الشخص اللي عنده hallucination و delusion. النورمال بيكون تفكرنا أو شكل تفكرنا reality testing أو abstract thinking. abstract thinking mean the objective evaluation and judgment of the world outside the self. يعني انا ادراه اعمل relation مع الexternal world. تاني حاجة في disturbance of thinking في form of thought. ممكن يكون ده غالبا بتبقى في طريقة الكلام. المفروض normal بيبقى كلامنا relevant و coherent. يعني كلامنا مترابط و مفهوم و واقعي. الدستوربانس ممكن يكون في شكل نيولوجسم و معناه القموص الشخصي. هنا بيبقى فيه الشخص ده بيعمل new word created by the person the patient often combining a syllabus of the other word. و نتيجة ليه psychological reason. الشخص ده لما بيجي اقول له الكلمة اللي انت بتقولها دي معناها ايه بيكون عنده معنى ليها لكن هو بالنسبة لي ملهاش معنى او كلمة اول مرة بسمعها. تاني حاجة الورد صلت بيبقى فيه مكتر of incoherent و مالهومش علاقة ببعض زي سمك لما انتمر هندي. تالت حاجة من الدستوربانس اللي بتحصل في الفورم of thought السركمستانشياليتي معناها indirect speech that is delayed in reaching is a point يعني الشخص ده بيبتدي يدي extra detail على الطبق اللي انا بتكلم فيه وفي النهاية بيوصل للpoint اللي انا بتكلم فيها زي مثلا انا بسأله عن علاقتك بوالدتك ايه يبتدي يتكلم على extra detail عن والدته ولكن في النهاية بيديني الاجابة اللي انا بسأله عنها. من كمان الدستوربانس اللي بتحصل في الفورم of thought ال incoherence اللي هو الكلام الغير مفهوم understable not understable running together of thought or words with no logical or grammical connection يعني كلام متل غبط مش مفهوم ممكن يكون في شكل الword solid فيه كمان المعناة الموازمة يعني الشخص ده بيعمل يعني يعني لو بسأل العيان سؤال بيبتدي يجاوب عليه اجابة صحيحة لما بيجي غير الريسبونس واسأل سؤال تاني فبيجاوب علي بنفس الاجابة الاولا فيه كمان من الموازمة اللي هو verb verbegration معناه ليه اسم تاني اللي هي stopping تاني حاجة الايكلاليا الايكلاليا اللي هو صادة صوت يعني حد تاني هو العيال زي ما بسأل الشخص اسمك ايه هيكرر اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه لحد لما بوقف والشخص ده دايما بياخد الاستيمولاي من الجملة اللي قبله يعني مثلا بسأل الشخص اسمك ده لون ايه بيقولي لون احمر احمر لون الدم الدم في المستشفى المستشفى فيها مرضى ويبتدي يكمل باستيمولاي من الجملة اللي قبله klang association وهنا معناه السجعة او الوطيرة الوحدة الشخص هنا ما بيهتمش بمعنى الكلام هو اهم حاجة عنده الرائمينج او الرزم نغمة الكلام association of words similar in sound but not meaning words have no logical connection may include rhyming يعني زي اكلت مكارونا وانواقف في البلكونة والناشفون اهم حاجة عنده الوطيرة والنغم اللي هو sudden stopping of speech او train of thinking before thought or idea finished قبل ما انهي الكلام دي ممكن تكون نورمالي مع high level of anxiety زي مثلا امتحانات الاوران ولكن ممكن تحصل ل psychotic patient نتيجة مثلا لانه سامع hallucination او preoccupied بالdelusion فبيبتدي يتوقف عن الكلام لانه preoccupied بحاجة تانية تالت حاجة من disturbance اللي بتحصل في الثوت هو disturbance اللي بيحصل في الcontent او محتوى الكلام اول حاجة عندي الovervalued idea والovervalued idea ممكن تكون normal وممكن تكون abnormal normal ان انا ببقى preoccupied او مجهولة بسيتيواشن معين بحاجة معينة بموضوع شغلي تفكيري فده normal ممكن يحصل ولكن مع psychotic patient ممكن يكون preoccupied بالdelusion والhallucination يعني مجهول بحاجة out of reality فده طبعا disturbance تاني حاجة هي الدلوجن الضللات means false fixed belief based on incorrect inference يعني هي not related to logic or reasons or culture background and cannot be corrected by logic or reasons يعني مقدرش اجادل فيها الشخص واحاول اثبت له انه كلامه غلط انا بس دوري بيتوقف عن الاساسمنت ان انا بعمل اساسمنت ايه هي type of delusion ايه هي الكنتنت بتاعتها وهي ادي ايه بتأثر على الشخص ده فيه types delusion زي اول حاجة nihilistic delusion وال nihilistic delusion معناها ضلالات العدمية false fixed beliefs that one not exist يعني ان الشخص ده غير موجود self ممكن يكون world او العالم مش موجود وغالبا بتكون مع مرضى الاكتئاب تاني حاجة delusion of poverty اللي هي ضلالات الفقر false fixed belief that one is deprived or will be deprived of all material possessions يعني انا كل حاجة رحت مني وغالبا برضو بتكون مع مريض الاكتئاب طبعا طبعا دول يعني ثالث نوع هو somatic delusion false fixed belief involving function of one body exhaust belief that one brain is rooting or melting يعني انا مخي ساح او مخه تحول لحاجة تانية ان معدته تحولت لجبس تاني type من delusion دول كلهم مرتبطين بال depressive delusion دول تلاتة رابع حاجة عندي الparanoyed delusion وهي الضلالات العظمية وكلها مرتبطة بالعظمة في اول حاجة عندي فيها delusion of persecution false fixed belief that one false fixed belief that one is being hearst chasted or persecuted often found in lethargic patient who has pathological tendency to take legal action because of imagined mistreatment الشخص تحسس ان هو مضطهد من موجودين في المستشفى او من اهله او من جهة معينة ان هو مضطهد وعايزين يموتوه بيحطوه سمه في الاكل تاني حاجة delusion of grand the air false fixed belief that the patient verbalized exaggerated conception of one's importance او power identity يعني عنده سلطة عنده ان هو شخص مهم وده طبعا out of reality ممكن تكون في شكل litigious ان الشخص ده هو المهدي المنتظر هو اللي خلق الكون تالت تالت نوع من paranoid delusion هي delusion of reference او ضلالات الاشارة false fixed belief that the one other of behavior of other refer to oneself event object يعني اي حاجة بقى الاشخاص راديو television انه هو بيشير ليه او بيتكلم عنه رابع حاجة من paranoid delusion هي delusion of control وال ضلالات التحكم والسيطرة false fixed belief that one will be thought or feeling is being a control by external forces ممكن تكون في شكل thought withdrawal يعني الشخص ده افكاره بتتسحب منه delusion that one thought are being removed from one mind by another or forces يعني حد بيصحب افكاره او منظمة معينة او هيئة معينة بتاخد منه افكار تاني type هو thought insertion يعني حد بيحط له افكار وبنتكلم مع العين يقول لا دي مش فكرتي انا مش عارف اين جاب ها في دماغي false fixed believe that thought are being implanted in one mind كأن حد بيحط هالو في دماغ التالي type هو thought broadcasting الافكار المزع الملأ كأن افكار في الهوى بتطير في الهوى delusion that one thought can be heard by others كأنها broadcasting into air رابع حاجة هي الhypochondarical delusion exaggerated concern about one health that is based not on organic pathology يعني الشخص ده بيقول ان هو مريض ومريض بمرض معين ودايما الاشخاص دول بيبقوا doctor shopping رايحين جايين على العيادات عشان يثبتوا ان هما عندهم مرض معين ولكن physically هما عندهم اي مشاكل تالت حاجة من disturbance اللي بتحصل في content of thought هي obsession او الوسواس والobsession مرتبط بالcompulsion obsession هي disturbance حصلة في thinking ولكن الcompulsion بتكون حصلة في الbehavior علشان اتخلص من anxiety اللي بتسببها obsession يبقى لازم الشخص ده هيعمل action والaction ده اسمه compulsion اول حاجة obsession هو pathological persistence of an irresistible thought or feeling that cannot be eliminated from conscious biological effort الشخص ده بيبقى عنده high level of insight عارف ان الحاجة اللي بيعملها دي او الفكرة اللي بيفكر فيها ملهاش اي معنى بيحاول يتخلص منها ولكن للأسف level of anxiety بيعلى عنده جدا لحد لما يعمل اكشن عشان الان اكشن ده زي ما قلنا انه اسمه compulsion بطب aposological need to act on an impulse اللي هي according to obsession او الفكرة الفكرة الاوبساش الاوبساس دي يعني if resisted يعني لو شخص تحاول يعمل لها resistance هتعلي عنده الان anxiety فلازم يعمل الاكشن ده علشان to relieve anxiety خامس حاجة من الدستربانس اللي بتحصل فيه هو الفوبيا الفوبيا هو ال persistent irrational exaggerated fear exaggerated fear ممكن تكون الحاجات دي بتخوف ولكن الشخص ده response يعني response على الفير ده بيبقى اعلى من الطبيعي الشخص هو بيحاول وعنده insight انه ان الافكار دي او الخوف اللي عنده ده زيادة عن اللزوم ولكن ما بيقدرش انه هو يقوم وفي حالة انه هو تعرض ل fearful object دي بالنسباله ممكن تدخله في panic attacks اول حاجة عندي من الفوبيا هي الفوبيا والشخص ده بيبقى عنده fear from spiders او snacks طبيعي انه الاشخاص هتخاف من التعبين لكن ممكن تكون شكل في التليفاجون ممكن تكون صورة ممكن يكون حد بيتكلم عنها فهنلاقي الشخص ده بدأ يدخل في حالة من الرهاب التاني طيب هو social phobia اللي هو الخوف او الرهاب الاجتماعي وهنا الشخص بيبقى عنده fear من انه يتكلم في مجموعة او in public او performing او in public تاني نوع هو الاخرو phobia والشخص ده بيبقى عنده fear من high places تالت حاجة الصوري رابع حاجة هي الاخور phobia ويبقى عنده fear من open places خامس ويبقى عنده fear من closed places زي الاساسنسير او او اي اماكن مغلقة تالت حاجة من الانتليكت هو speech ممكن تكون في شكل pressure of speech الشخص ده بيبقى عنده extra detail او extra ideas فبيبتدي تكلم عنها in rapid speech ممكن يكون شخص طبيعي امتى اقول انه مش طبيعي لو مع another symptoms او زي مثلا العين بتاع المانيا اللي عنده house تاني حاجة poverty of speech والشخص ده بيكون كلامه قليل قوي بس قبل ما اقرر او اقول ان الشخص ده عنده poverty of speech لازم يكون نوع السؤال اللي انا بتدي للعين يكون open question مدلوش closed question اجاب عنه بيس ونو واقول ان العين ده عنده poverty of speech بيبقى في restriction in the amount of speech رابع حاجة من الانتليكت هي perception perception معناها الادراك الحسي نورمالي ان احنا بن relate مع reality بال five senses ممكن يحصل فيها disturbance والdisturbance بتبقى في شكل hallucination او illusion hallucination and illusion means false sensory perception والفرق بين الاثنين ان الهالوصي ما بيبقاش معاها external stimuli والالوجين معاها external stimuli يعني external stimuli يعني في حالات الهالوصي الشخص ده ما فيش اي مثلا لو على مستوى قداتري مستوى السمع ما فيش اي صوت ويبتدي يقول انا سامع صوت كذا لكن في حالات الالوجين ممكن يبقى فيه صوت اي حاجة تانية ويبتدي العيان يعمل لها interpretation على مستوى auditory مثلا او visual او tactile او gestatory ب false perception الالوجين والhallucination بيحصلوا على مستوى five senses زي auditory او visual او olfactory يعني نحسة الشام او gestatory تزوج او tactile اللمس خامس حاجة من الانتليكت وهي الماموري الماموري معناها الذاكرة نورمالي ان احنا عندنا intact recent and remote memory الدستوربنس اللي بتحصل ممكن في شكل امنيزيا اللي هو النسيان والنسيان ممكن يكون partial يعني جزئي او total امنيزيا اللي هو النسيان كل partial امنيزيا ممكن يكون intrograde يعني للاحداث القريبة او retrograde للاحداث البعيدة total امنيزيا معناها intrograde and retrograde امنيزيا تاني disturbances confabulation معناها زي في الاحداث وهنا الشخص بيعمل unconsciously على مستوى اللاعي عنده gap في الممري بتاعته يعني عنده جزء فاضي فبيبتدي يعمل لها feeling be untrue experience يبتدي يحط فيها خبرات او كلام او مواقف وهي مش وقعية not related to reality تالت حاجة هي الديجافو في النومني وهنا الشخص بيشوف احداث جديدة على انها قديمة normally ممكن تحصل يعني الشخص ده يشوف مكان لا اول مرة ويقول انا شفت المكان ده او شفت الشخص ده او انا مرت بالموقف ده قبل كده سادس حاجة من الانتلكت هو الانسايت وهو البصيرة ودي مهمة جدا عندنا في الالسايكياتري يعني الشخص ده فاهم طبيعة مرضه ويعني ايه فاهم طبيعة مرضه يعني يكون مقتنع مقتنع بانه مريض مقتنع انه عنده اعراض وعارفها وعارف السيفيرتي بتاعتها مقتنع بالعلاج وبيتبان في التزام المريض بالدو ووجوده في المستشفى مش بس العيان يقول انا بتعالج من مرض نفسي وبس لازم العيان يكون فاهم ومتعاون معي سابع حاجة هو الجودجمنت وهو الحكم على الامور ان انا ازاي بعمل assessment situation نورمالي ان انا بقدر اعمل assessment situation وبتصرف على اساس وصحة لكن ممكن يكون العيان عنده حاجة اسمها impaired judgment يعني unable to assess situation correctly and act appropriately يعني هنا العيان اكيد مش عامل assessment situation صح فمش هيقدر يتصرف صح كده احنا خلصنا اول سفير اللي هو الانتليكت هننقل على السفير التاني اللي هو الاموشن اللي هي الجزء الخاص بالعواطف والمشاعر واول حاجة فيها عندي هو الافكت الافكت معناه العاطفة العاطفة بتكون temporary يعني حاجة مؤقتة related situation حاصل فبيبقى عندي reaction وresponse لي وبيبنى على facial expression بتاعي المفروض normal اللي يبقى انا يكون عندي appropriate affect appropriate affect يعني فيه harmony ما بين ما بين والثوت official expression بتاعي لموقف معين موقف فيه حزن اكيد هيبان على وشي او على facial expression بتاعي ملامح حزن مش هيكون العكس تاني حاجة عندي طبعا هي abnormal هي inappropriate affect بيبقى فيه مفيش harmony ما بين الثوت وال الاثي وال speech و situation مع facial expression تاني حاجة هو الموض المزاج المزاج permanent شوية بcolor personality وغالبا الشخص هو اللي بيعبر عنه زي اول حاجة عندي اللي هو dysphoric mood dysphoric mood الكاركتريستيك بتاعته بيبقى unpleasant mood الشخص ده بيبقى عنده حالة من dissatisfaction يعني عنده حالة من عدم الرضا مع high level of anxiety تاني طيب هو irritable mood اللي هو الشخص السريع للإثارة اللي هو easily anonite أو propagated يعني اي حاجة تخليه ممكن يدخل في غضب وanger ويدخل ممكن يدخل في excitement تالت نوع هو اللي buy mood واللي هو mood swing أو المود المتأرجح وده normally في الأطفال وكبار السن مع child وال old age وده بيبقى فيه rapid shifting from a mood to another يعني من الحزن للفرح المود اللي بعده هو elevated mood وده high بيبقى فيه cheerful بيبقى فيه happiness وغالبا هلاقي المود دي هي not related to the situation فممكن هرقيم مع العين بتوع المعنية فيه l-ephoric l-ephoric درجة أكبر بيبقى فيه intense elation مع feeling of grand year وده برضو مع عين الماني آخر مود هو depression depression هو الاكتئاب وده psychopsychological feeling of sadness يعني العين ده عنده حالة من الاكتئاب المرادية ولازم يعني كلمة psychopsychological feeling of sadness دي مهمة جدا لأنه reaction بتاعي للحزن ده حاجة normal عشان يتحول وقدر أقول depression لها characteristics معينة ولازم بعد وقت معين according to DSM5 وده بتقول characteristics بتاعة depression في بعض physiological disturbance بتكون مع المود يعني according to المزاج بتاعي ممكن يبقى معي شوية تغيرات جسمانية يعني في أشخاص مع الحزن أو الفرح ألاقيهم عندهم أنوركسيا اللي هي decrease or loss of appetite مش عايزين يكلو أو عكس في ناس بالعكس يعني عندهم increase in appetite and the intake of food ممكن يكون على مستوى اللي sleeping في شكل insomnia lack or diminished ability to sleep أو في شكل hypersomnia يعني شخص ده بينام كتير increasing ability to sleep تالت سفير هو الbehavior اللي هو السلوك و الbehavior نورملي إن أنا كون قدر أعمل الاكتيفتي of daily living بتاعتي إن أنا الموشن بتاعتي بشكل نورمال البودي بوزيشن بتاعي برضو شكله نورمال الرياكشن بتاعي نورمال وممكن تحصل زي مثلا اكوبراكسيا دي باسولوجيكال امتيشن of موفمين of one person by another يعني الشخص ده بيقلد حركات الاخرين اكوبراكسيا عند قليد الحركات وغالبا بتكون حركات الاخرين طبعا دي مزعجة جدا للشخص إنه مثلا يكون ماشي وفي شخص تاني ماشي وراه يقعد يقعد وراه يعمل حركة معينة يقلده فممكن يخلي الشخص ده يدخل في حالة من الاكسعيت منت او الهياج تاني حاجة الكاتاتونيا ومعناها التخشب ودي مرتبطة بمرض اسمه الكاتاتونيك اسكيزوفرينيا او الفصام التخشبي هي ملهاش سبب ارجانيك ولكن السبب قاله بيرجع لانه فيه ديستربانس حاصل في نيورو ترانسيمتر الدوبامين فبيبقى الشخص ده موتور اناماليس ان نان ارجانيك يعني بشكل جسمه فيه مشكلة ولكن فيزيكلي هو ما عندهوش اي مشكلة خالص بياخد وضع معين الشخص هو اللي بياخده ممكن يكون مثلا زي بيقف على رجله لمدة ساعات من غير feeling of fatigue او والشخص ده بيريليف البوزيشن بتاعه هو بنفسه تالت طيب هو الواكسي فلكسابيلتي معناه التشمع برضو مرتبط ممكن يكون مع مرض الكاتاتونيك اسكيزوفرينيا والفرق ما بينه ما بين الكاتاتونيا الشخص ده مولدد يعني كأن انا اللي بشكله يعني حد تاني هو اللي بيحطه في البوزيشن ده سي مثلا دكتور كان بيماجور البلد بريشور بتاعه وساب ايده في وضع معين هيفضل الشخص ده ايده في الوضع ده لحد لما another person يجي يعمله ريليفنج يبقى يبقى الفرق يبقى الفرق ما بين الكاتاتونيا ان الشخص ده هو اللي بياخد البوزيشن البيشن هو اللي بياخد البوزيشن وهو اللي بيريليف لكن الواكس فلاكسابلتي مولد باي another person وشخص تاني هو اللي يعمله ريليفنج من الدستربانس برضو اللي بتحصل في البيهيفيور هو النيجاتيفازم او الحركات المضادة بيبقى عنده موفلس ريزيستان تو قول اتام تو بي موفد او قول انستراجشن يعني انا بدي العين انستراجشن فيبتدي يعمل عكسها اقول له مثلا وموقف يقعد امشي يوقف الشخص ده بتبقى على مستوى الانكونشوس حتى النيجاتيفازم ممكن تحصل لحاجات انترنال زي مثلا ان هو عايز يعمل يبتدي يعمل لها في برضو اللي هو النمطية بيبتدي يعمل ملهاش اي معنى ولكن الشخص ده بتبتدي بحاجة لها بيربوس زي مثلا نسائي بياكل بعد ما الاكل بيخلص وبشيل الاكل من قدامه بيبتدي يقرر نص حركة الاكل وزاوت بيربوس هنا بتديني بتقول لي خلي بالك العين ده هيدخل في بان على الشخص يعمل ايه بيعمل الاكساسب مومنت بيربوس لاس ملهاش اي معنى ولا اي هدف نان بروداكتف نتيجة لانور تانشن لو الشخص ده ما قدرتش اعمل بسرعة واعمل ممكن يتحول لأجريشن وإجسايتمنت بيبقى فيه بقى 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 يدخل فيه عضواني كده انا خلصت محاضرة السمتمتولوجي thank you شكرا